شباب اهلا بكم معتكم السبيت واهلا بكم وفكر بكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة فيه جلد البصات في تراريا باستر مود. لك شباب قبل بوصل النهاردة محتاج اكون بقول لكم انكم تكونوا كلكم بخير بصحة وبسعادة يا رب وان شاء الله تكونوا كويسين وممتازين في الدراسة بتجيبوا درجات النهائية بتخلص الواجهة بعد ما لكم بتسمع فيديو ده. فكان بس حاجة شباب بعوز اكون بوضحها معاكم قبل وكم ببتدي فيديو ده لان فيه ناس كانت بتطلب مني حاجات فيه الكومنتات ممكنش بشوفها لان كنت بتسجل فيديوهات ورا بعدها. في ناس كنت بتقول مستر بيت انت مفروض توضح ازاي ممكن تعمل دوجي اسرع او ازاي ممكن تشرح ضربات البص بالكامل. يعني دي حاجة انا سيب لك الكتال لي هنا حتى ما قطعتش الكتاش انا لما يجي بحارب البص بسيب لك الكتال بيني وبين البص بحركة سريعة يعني بفاس فورد انت ممكن بقى تبطل الفيديو اليوتيوب وتشوف انا بعمل ازاي دوجي للبص ده لكن احيانا في بصات هكون بقول لك الدربات بتاعتها لو هي حاجات مهمة. لكن لو هي حاجات مش مهمة اعتقد ان انت ممكن تعمل ايه تكتشف ها بنفسك فدي حاجة ترجع لك انت برضو. لكن انا بحاول على قد مقدر شباب بشرح لك كل حاجة عن البص في اقل وقت ممكن بحيث ان تتمالش من فيديو رقم واحد ان تقدر تقترب بسرعة وبكفاءة عالية. وزي ممكن تقول شباب انه فاضل بصين على وهو اول بص النهاردة لكم نخلصه وبص الجاي هو لكن قبل محتاجين نغرب بص اسمه وده جاي من كلمة سايكلوبس اللي هو وحش بعين واحدة لكن ده اللي هو وحش عامل زي الغزالة من كلمة دير بس برضو بعين واحدة. وزي ما انتشوفت في اول الفيديو شباب البص ده مستوحى من لعبة او دي من الالعاب اللي انا بديها توقيمات عشرة من عشرة مع تراريا. فنعندي كده اكتر من لعبة بديها توقيمات عشرة من عشرة. دي شباب اللعاب انا بديها توقيمات عشرة من عشرة بلا منازع يعني. فشباب انا لعبت من اكتر لعبين انا لعبتها حتى على ستين بعد تراريا. يعني دي تانية لعبة يكون ليا فيها ساعات لعب بعد تراريا وهي فلو انتو عاوزين تشوفوا سلسلات شباب اللي اكون بشرح لكم عنها في القناة اللي برضو تقول في كومنتات تحت وانا اكون اكتر من سعيدة اكون بشرح لكم كل حاجة عن في مستحبة. لكن البصد ده اضاف ساعة محاصر ما بين اللعبتين ده بين او عادية وهو يعتبر من اصعب البصات اللي تكون تحاربها في لكن بالطريقة اللي اكون بقول لها لك النهاردة وبالارمر وكل حاجة اللي اكون بقول لها لك النهاردة البصد ده هيبقى من اسهل بصات وبعد ما يغلبه هيبقى بس ونكون مندخل على شباب على طبعا انا لسه مساجل الفيديو انا لسه تعبان حتى تلاحز الكلام ده في صوتي لكن انا مهما ان كنت تعبان يا شباب انا برضو ايه احب اكون بعمل لكم محتوى جميل اوه على اليوتيوب تكون بتستمتع بيه واما حاجة تكون بتستفيد بيه. ومن غير المقدمات تانية يا شباب تعبس نشوف الفكرة البصد ده ازاي ممكن نرزبانه. اولا يا شباب البصد ده هو بص موجود في الجليد او منطقة الجليدية. ايش معرف المنطقة الجليدية لان انت لو بتلعب دونت الصرف فالبص دونت الصرف ده بيجي في الشتا اي في التلن. ب Abi برقم يا شباب البصد ده هيكون بتتراسبن تحت اي حالي الاحوال سواء هتكون بتتراسبنه بشكل يدد بقى هتكون بفشكل اا learnsوfo يعني هيكون فى منطقة الجليد. واولى شباة الطريقة انك تتراسبن بيربص ان تكون اولاً في منطقة الجليد دي تحت عدة شروط. اولاً في منطقة جليدية لعقابة سفه جليدية. واحد. رقم اتنين يكون معك اكتر من ميتين يعني شايفين يكون معك اكتر من ميتين رقم تلاتة هيكون معك اكتر من تسعة ورقم اربعة تكون في نص الليل او يعني انت لو موجود في مقاطية الجليد اثناء عاصفة جليدية ومعاك متين وهلس واكتر من تسعة البصة هي تكون بيترازبن بنسبة مية في المية اما غير كده الشباب فالبصة عنده نسبة خمسة عشو في المية بان هو يكون بيترازبن بشكل عشوائي يوميا طرح انت لسه في مقاطية الجليد لك اشباعش ان تقدر تردينه بشكل يدوي اولا ده بيترازبن في اي وقت من اليوم مش مشكلة في الصبح او ليل يعني عشو ان ترازبن وتكون تحتاج تلاتة من وده شوف بيقع من الخلفين الموجودة في الكهوف التلجية الموجودة تحت تانيا او على حسب العالم بتاعك ثالثا واحدة وهيكون بيعمل لك يا شباب يبدأ ده اللي هتكون بتستعملها عشو ان تكون بترازبن لكن شباب قبل ما يكون من حالة ببصة ده محتاجكم بقول لكم على حاجة مهمة محتاجين لكم تعملوها وده يكون برضو بيستهل عليكم البصة بشكل كبير جدا وهو بمعنى بوزة يا شباب بيدرب دربات ايس ودربات الايس دي ممكن تجمدك اولا ثانيا بتدميجك ده من بنشي قليل في فانت محتاجة تكون بتقلل الدمج بتاع ضربات الايس دي فانت لازة تكون بتعمل بتاعت فئة عشان تكون بتعمل بتاعت فئة تكون بتحتاج حاجة اسمها وده يا شباب سمكة بتصيدها من اي حتة في الايس بايو محبة شيفر ثورن وبطل اف ووتر واني ادوات شباب نعمل وده نجي الوكيباديا حتى بس نشوف مع بعض ايه حاجات اللي محتاجين لكم نعرفها خلال الوكيباديا دي اولا الدير كروبس هو بلي هارمود بوس موجود في السنو بايوم بيتراز من اثناء البلزرد لو انت معايك عقل تسعة دي فانس ومتين هيلت او ممكن تنزلن عن طريق الدير سينج زي ما احنا شرحنا ده وقت شباب دير كده انك تحارب الدير كروبس مش مهم عشان تقدر تكون بتكمل اللعبة لكن بكل بساطة هو بيكافأك بي وحاجات مميزة او اي او ايتم مفيدة واكتر حاجة انا محبها في البوستشاب هو اللي بيهو اعولي مني اللي هو لو انتم عارفيني السندوق اللي بين شوراي ده شستر هو اللي بيقع من دير كروبس ده احسن حاجة انا محبها سواء في اللعب دي او حتى في دونت سطارف وبنجيش بيهب لي ده ان شاء الله هاكون باشرحو لكم مباشرة واحنا جوة اللعبة عشان بس اكون بفهم كل حاجة بالتفصيل اما يا شاب بالنسبة ليه التبس اللي هي الحاجات التي تحتاجكم بتعرفها بيقولك من المفيدة انك تستخدم او عشان تقدر تكون بتكانسل بسرعة بالاضافة شباب يكون معاك حاجات تزود لك بسرعة زي او حتى عشان تكون بتحتاج تعمل بسرعة بالنسبة لتدير كروبس للشباب حتى في وغيك للشباب باقي الحاجات تبص عليها لو انت هتكون بتحتاج ان شاء الله هكم بسيب لك لينك الوكي ميديا بتاعت الصفحة دي في الوصف تحت ولو طلعت شباب مهنفيش هنا اي انجازات ممكن تكون بتحصل عليها بعد ما تقتل او بعد ما تهزم فدي برضو حاجة لازم تكون بتعرفوها طبعا شباب نشوف بالنسبة لدام بتاعه والدامج وحتى الدربات في او حاجة كلاسيك يا شباب فالدامج بتاعه بيطرح من بين عشرين لو هيدرب اكميلي ستة وعشرين بالايس بايك ستة وتلاتين بالديبريز او عشرين بيشادوهند لانه عنده اربع دربات هكم برهول كوب بين وشرطه بتاعته هيبقى سبعة تلاف عشرة وهو اصلا اميون لما هو صح مش بيتأثر بيه اللي هو اللي هو بطع حركة وشباب بتاعدي دربات بتاعته كلها في الكلاسيك بكل النسب لو انت عاوز برضو تفقق في فيديو تبص عليها بالنسبة للاكسبرت دامج بتاعه بيطلع الاربعين اتن وخمسة اتنين وسبعين واربعين والماكس بيطلع الى حداشر الف وتسعمية زي ما هو عشرة لكن دلوقتي في حاجات جديدة اضافت هنا اللي هي بتققع لك حاجات جوا تاني جر كده لما هو بيموت ليه احتمالين هو يقع لك واحدة من الاربع دول كل مرة يعني مش هو قع لك الاربع دول مرة واحدة لأ عنده احتمالية خمسة اشفين من هو يقع لك واحدة من الاربع حاجات دي لما يموت سواء على او حتى على المست وعى المست بقى شباب الدامج بيطلع بتاعه لحاجات ضخمة لستين تمانية وسبعين مية وتمانية وستين بيطلع لخمستاشر الف مية اتنين وسبعين زي ما هو ودي حاجة كويسة لكن دي بقى في شباب بيستمر حد تلاتين سنية ودي شباب كل الحاجات اللي هتكون بتوع منه في بالاضافة لحاجات مميزين اول حاجة ودي عبارة عن حيوان اليف باضافة للدير ودي شكل لها فضيع جدا ودي شباب نيجي على القرينة عشان نكون باشرح لكم فكرة الدربات بتاع الدير وازاي هي الاستراتيجية اللي هتكون من استعمالها عشان نقدر نقتله اعتقد ده اللي انتو كنت عاوزينه مني اكون بعمله خلال الفيديوهات الفيديوهات لكن ما اعتقدش انها هتكون بنعمل كده كل فيديو في بصات سهلة بسيطة يعني الاستراتيجية بتاعتها عادية جدا لكن في بصاتها تكون بتبتاج استراتيجية معاية لشي تدد تكون بتغلبها عشان بيباليها ضربات كتير زي الدير كلوبس. اولا القرينة عادية جدا يا شباب عبارة عن وما لازم اشتراتيج هنا عرض كبير بالنسبة البلاتفورم واحدة حتى تكون بتتحرك عليها لكن اهم حاجة بلاتفورم دي شباب بيكون بينها وبين الارض مش اقل من عشرة بلوكات يعني احد دلوقتي عاملين اربعتشاف بلوكة فها دي افضل مساحة تكون بتدد تكون بتلاعب بها وهوقول لك ليه دلوقتي. طبعا انا كنتم نحط عليها بس تلاشر الديفنس عشان هي بتضعفها وانهم لو انت عاوزكم بتزود دربات. وشوالي شباب طبعا جرب ان اتدير وتعالي نشوف ايه دربات. يا جاي اهو. الباشا جاي شايفينه بيزهر عماب دلوقتي اهو ادي اول دربة. ومناسبة اطلع فوق ايهو اطلع فوق اطلع فوق ايوة كده جدع. اول حاجة شباب لازم تكون بتلاحظها لما تكون بعيد عنه مسافة تلاتين بلوكة بيتخش فيه اشياء دموت ده مش بيقدر يتدمج نهائيا. نهائيا مش يدامج بصوا. ما يتدمج نهائيا طالما هو في دي. طيب دلوقتي انا عاوز اكون بقتله. اول حاجة اللي بتلاحظها ان رجلين بتعدي ما فيهاش ممكن تعدي منها مباشرة. اول يا شباب هو لي اه اكتر من الدربات. اول حاجة. اول حاجة شباب بتاع نشوف ايه هي الدربة بتاعته لما تكون قريب منه. لما تكون قريب منه يا شباب بيدرب الدربة اللي هي دي. وله تلات انواع من الدربات يعني. او اول دربة بيدرب يمين بقى بيدرب شمال وكده بيدرب الاتين مع بعض. تمام? يبقى تاني بصوا. ايدرب مرة هنا. ايدرب مرة ناحية التانية. بقى كده هيضرب مرة لاتين مع بعض. فانت لازم تعمل دودج مرة يمين مرة شمال بقى كده تعمل دودج مع بعض. شايفين? طيب. لو انت بعيد عنه. لو انا دواتي بصوا واقفين بعيد عنه هنا كده او. هيبتدي يضرب اللي هو ايه طلع. لكن باضافة هو لما احنا يكون على او بلادفورم هيكون بيدربة عادية بس هتكون ببلادفورم يا شباب. فخلي بالكو انا بباني بلادفورم دي ليه? عشان القرون بتاعته ما فيهاش هتبوكس برضو. فالطبو كنت عدي من قرونه من غير ما تتدمج. فطبعا دي حاجة ممتازة. طبعا نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو احنا بعيدنا عنه شوية. واحنا لسا في ايه هيكون بيعمل السارخة دي او السكريم. ما كيف يكون بيراز بن الشادو هانز. زي ما تشوفين دوقتي بيراز بن اه ما عطفش كامل خمسة. اه يا ستة. كل واحدة ليها نمط معين تتحرك بي. بصوا واحدة بطيقة واحدة بتلف وواحدة سريعة جيت. بصوا تاني اهو. كيفين? او التلاتة اسرع والتلاتة بيلفوا وهي على حسن نمط عشوائي يعني. طب. الوقت هتبقين عنه بمسافة بعيدة هيبتد ان هو يمسك الصخور اللي تحت ويرميها علي. بصوا. اياه. ودي افضل طريق انك تتفاديها انك تكون بتبعد عنه وتكون بتعمل بكل سهولة. طبيعي انت الوقتي لو رفعت شباب على مسافة عالية. لو موجود هنا ده شباب. ليش هيقدر يكون بيضرب اي حاجة? هو لازم يكون موجود على الارض. فانت لو جبتم من مسافة بعيدة. بعد كده خليته يقف على على دي بينها وبين الارض تلاتين بلوكة. مش هيقدر يكون بيضرب عليك الدربة دي انهيئين. ودي بنسميها طريقة شوية بحيس ان هو مش بيقدر يضرب الدربة بتاعته التالتة. ممكن تقتيلي متغير ما حتى هتتنمج منه. بده شباب الدربة بتاع دير كلوبس وزي هنقدر نكون بنحرب. طبعي حشوكم نستغر بيطري دي هنكون بنحرب بفير انا سكوير هنكون بنحرب شباب بكل عدل يعني. اما حاجة بسي هنكون نعمل دودج للشادوهاند دي. تمام? وهو نعمل دودج كده. باقي نعمل دودج كده. وانا اكدر نعمل دودج لتنمج مع بعض. ممكن نطلع برضو الفوق. وننزل لتحك. كده اه. يمين بعد كده شمال وبعد كده هتنين مع بعض. فهمت في بيك يا شباب? يبقى ده شباب الطريقة اللي نكون بنستعمالها عشان نكون بنقتل مع بعض. يعني بس نقتل الباشا ده الاول. اوكي ازي يعني مش بحتاجين نكون بنعرف اي حاجة عنه. ودلوقتي شباب تعال نشوف اللي هنكون بنستعمله في كل كلاس عشان نكون بنحارب اولا بالنسبة لبميلي هتكون بنستعمل طبيعي بتاعنا العادي بس اكون منصحكم ان شاء الله بالمولتن ارمر. ده افضل ارمر هتكون بتحصل عليه في الفترة دي وهو اقوى واحد تقريبا يعني. بالنسبة للاسلحة عندنا اسلحين ممكن نستعملهم اول حاجة اليوليو لان انت هتكون بتحتاج رينج برضو كويس بالنسبة للدير لكن بما ان احنا معنا ان شاء الله ده هيب افضل سلاح ممكن يتحربيه معظم البصات اللي بعد يعني اللي هي او حتى وطبيعي هنكون بنستعمل مع عشان تكون بتزود للميلي وابنز. وده يا شباب بالنسبة للميلي مع او حتى طبعا ده ممتاز. بالنسبة للميج كليلات شباب احنا عندنا اكتر من اختيار عندنا 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 بس اعطاب تقريبا هنكون بنستعمل ده هيب افضل يعني بالنسبة للميج لحد يعني بالنسبة اسلحة طبيعي بعد ما نكون خلصنا ممكن نكون بنستعمل اللي هنكون برضو بنجيبها من الجحيم او حتى او حتى اللي بيقع من اللي احنا لغبنا الحلقة اللي فاتت اللي هي طبعا ممتاز باضافة عندك البي جنل وانت هتكون بتستخدم النحر وعندك برضو كل دي حتى الشباب حاجات مميزة جدا ممكن تكون بتستعملها لقضاء على بكل سهولة. بالنسبة للسمنة للشباب عندنا برضو اكتر من اختيار عندنا وعندنا بس او بس او ده هيب افضل اختيار باضافة نهاية الوقت هنكون بنياقدر نعمل مع الاتنين دول هيبو كومبو ممتازمة بعض الشباب ده لما تضربه هيتزود السرعة بعد ما تضرب اي حاجة بدا تروح محاولة عطول على ده عشان يعمل بضافة يكون معنا برضو اللي احنا جبناها من دي هتكون بتزود لك واحدة زيادة. وبالنسبة الساحة عندنا 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 ممكن تلعب اي واحدة من حاجات دي بس تقريبا انكم نلعب طيب افضل يعني اختار لنا ممكن برضو العب ابي جيل يعني. وبالنسبة شباب هيتبقى معنا جديد وهو دي شباب بيتعامل عن طريق طبعا تتكون بتضطر تنزل يعني تكون بتقتل وهنا بقى اختيارات شباب عندنا طبيعي او هم قضع شخصيات تانية بس مش مش كان ممكن نستعمله. بالاضافة انا احنا ممكن حتى نستعمل لو انت معاك محاوش ممكن تكون بنتستعمل طبيعي مع ومع هيبقى كويس يعني هيبقى فيه فورصة كبيرة انك ما تستهلكش كتير بس هنكون بنحاوش دي والستار كانوا ان شاء الله اللي بص اللي جاي اللي هو اللي ده هيكون بينجدنا فطبيعي لو انت في هواش على قد ما تقدر من اللي دي هتبقى وممتاز جدا ليك شباب عشان تكون بتغلب طبيعي ان شاء الله هيبقى بعمل لكم فيديو مخصوص عن والالتراستار كانون برضو. لكن باضافة انا هكون برضو احساسا بعمل نوع جديد من البولتس والهو الميتورايت بوليت. وكي شب بالنسبة للميلي هكون بلعب بيه مع الواينجز بتاعتي عشان هزود السرعة بتاعتي باضافة لي وعشان السرعة بتاعتي نايس كده ممتاز الشباب باضافة اسلحة بتاعتنا هي مع اوكي في دلوقت هكون بلغي كل الحاجات القديمة دي عشان نبدأ جديد اول حاجة هكون بادوس كليكي مين هنا عشان بيزودني ديني وبعد كده يلا بينا اول حاجة اول حاجة كل حاجة معايا كل البفت معايا ايزي بوف ورиссبن باني كن معايا الوقت فدي حاجة ممتازة شبابة اول حاجة مشتاجين London sembla بو جاي منين جميل قوي بعد كده ويالا بينا او نزل من فوق اهو اوكي ايمين بعد كده بعد كده شمال بعد كده هاباد عنو شوية جميل بعد كده يمين بعد كده شمال هيدرب شمال هادرب شمال او وهايدرب دي هاباد عنو بدع نحيحة بدع نحيحة ايزي ايزي جدا ايزي جدا ايزي جدا او باي ايمين شمال ايمين شمال ايمين شمال ايمين شمال بقى ما حاجة بس تعمل دوتج لشادو هاند دي عشان دي بتدمج مش دمج قوي يعني كده كده كل الدمج ضعيف جدا بتاعة الجتار ما احنا معنا البوشن اللي بيدفي ده تخيل بوشن بيدفي ايمين شمال ايمين شمال ايمين شمال ايمين شمال ايمين شمال اوبا اه انت اللجنة بس اوبا عفقية همش بنتدمج بقول لكم الدمج بتاع التالي الجداء قليل جدا طالما احنا مستغلين مسحتنا القليلة دي مونازمة طوفوش فقيه لو انت قفتوا في ايه كده هيرازبن اليدين بتاعة الشادو ارمور دي الشادو هاندز. كما بكل بساطة عفقية احنا ممكن تعمل له التانك بكل بساطة بصوا بسيط قوي بسيط جدا يا شباب بسيط جدا 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 باي ما توقعش ان هو يكون بالسهولة دي. وكيش يا بالنسبة للميج هكون بالعب بالبوك او سقول سوي الديمن افريلي اتين عمل له حمري فورجين على فا يلا بينا اعتقد ان ميلي كان سهل جدا وشعبها هيبقى اخبره هيبقى سهل كده كده برضو ولا هيبقى صعب وجاي منين جاي من هنا all right let's go هاي او 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 نا 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 من اقفش فيه من اقفش فيه من اقفش فيه يمين شمال. يمين شمال. او ما حاجة نمشي شمال كده. اوكي. ما كان يجي هنا. يمين. او شمال يمين بعد كده. او رايت. ايزي. او اتلجنا. اتلجنا لأ. اتلجنا لأ. عفوك انا مش دايز بار. بف لو سمحت. بف بقى. بفوا بقى عشان انت ايه. احتاجتوا ترابة. بصوا على الميج بصوا على مش دامش. ولو لعب تبديه. ولو لعب تبديه. وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بس شباب بالنسبة لي هكون بلعب بابي جيل اعتقد ده حاجة منازبة من ان احنا بنلعب على فاعتقد يعني دي حاجة منازبة ان احنا بنلعب الشخصية لدون تستارف توجزر. بس المرادة هيب معنا ميزة نحنا معنا فادي لما يكون براز بابي جيل كده. بصوا على الوردة بتاعتها لما ادوس بف. بصوا بقى الوردة بتاعتها بقتلونا ايه بقتلونا بنفسي جي. جميل جدا. يلا بينا بقى يا برينز. عبون نازبة هكون بعمل آآ 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 بابدل بين ده وده. ده اني اكون ايه بعمل ايه? بزاق اوه نسيت اساس ما بيكون ببدل الاكستر بتاعتي اوه. الاكستر بتاعتك. نسيت اكون بابدلها. ثانية واحدة وجايل لك يا بايشا. ثانية واحدة وجايل لك. ما تلقش. بس مجرد بابدل ده بعد كده ايه? اكون بدل ده على طول. اوكي? يعني بكل بساطة ده وده. مناسبة ابي جيل هتكون بتنظفه 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 بتنظفه. يمين شمال يا بايشا. اوه كده. ناخد الباف بس بتاع ده وبعد كده نضرب بده. اوه يا بايشا انت تاني انت هتجمدني ليه? هتجمدني ليه? عملتلك ايه يا بايشا? عملتلك ايه انا بايشا? عملتلك بس ليه? عملتلك ايه? ها? عملتلك ايه انا? حياتكم يضرب على الاتنين. اوكي. وايوا يا باشي اوعة يا شمال يا شمال ثلاثة الiete اعتقد ابيجيل عملة معي الوجب الزي Z يا جدعان. ابيجيل عملة معي الوجب الزي د يا عل sposób. ابيجيل عملة معي الوجب بزي ده. بس العافية اللي نفعنا قوي بالنسبة للبوص ده هو بتاع الوارمث بوشن. اعتقد هو اللي نفعنا جدا بان هو مقل الدمج بتاع الايس ده. فاحنا ممكن نعمل تانجات للضربات بتاع الايس بيكون بساطة يعني. من غير اي مجهود يا شباب. بنكون بنجلد مرة تاني. هكوب باستعمل بقى بالنسبة يا شباب. اولا شيء الاسلحة بتاعت الايه? بتاعت نروح باستعمل بالاضافة هنكون بنستعمل. عندي استعمل. وعندي اعتقد دي تلتاشر دامج ودي اتناشر دامج. هلوكم تعال نتجرب. بان احنا استعملنا كتير قبل كده. تعال نجرب. ونعنى عندي برضو عندي كلمة يا شباب. ان المينيشارك بيجلد اي حاجة في وشه بلا نقاش. باضافة ان احنا بس مشكلة في الانحنا برضو محتاجين لكم منقرب من البوص. يعني? حتى محتاجين لكم منقرب من البوص. بس المناسبة عشان هنستعمل بف. ايزي. ونسيتم بس يعني يا ساني واحدة و جاي لك باشا. ساني واحدة و جاي لك محتاج غير كلا معي اكسير مش محتاجها. بس يعني خالص. انا لسه مرزبط ساني واحدة. شلق ابيجيل. يا شلق ابيجيل عشان نعرف نعمل ايه? نعرف نجلده احنا لوحدنا. نبعيش عن نوكتها عشان ميضربش الدربة دي. ميحبش الدربة دي انا. اوكي. يمين شمال يا باشا. بعد كده هيدرب الدربتين مع بعض. اوكي. او رايت. بك ايضرب الدربتين مع بعض. جميل اوي. بعد كده هيدين. ليه يا باشا. ليه? 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 ليم زعلك. قول لي بس ليم زعلك يا باشا. قول لي بس ليم زعلك. اه اطاقة بتعمل بتعمل ركشي باشا. اه هيا ايا ايا. نسيت اسلا بتعمل بتعمل ركشي ده. مفكرة تبقى ممتازة. افضل من تانج سيبوليس. لو انت هتدرب بشكل اوفر كده. هيتبقى افضل بكتير من من فهيدرب دقاتي لاتنين مع بعض. اا يويك. وبعد كده. يدرب يمين. بعد كده يدرب شمال. بعد كده مع بعض. وي. وبعد كده يمين. انا انا رحت ناحية الشمال مفيش مشكلة ويدرب ناحية دي. بعد كده يضرب يمين. فكي يجي ناحية دي يضرب. بعد كده نموته. من غير ما حتى نعمل اي مجهود. اي مجهود يا شباب. اتجلد. اتجلد اتجلد اتجلد. الناس كنت مفكرة ان بص ده من البصات صعبة جدا لكن بنا ما هتعرف بس اوه شكله بشعة اوه ميت. اه الممكن مدى مشوفة هتعرف ايه الاستراتيجية انت كنت تكون بستعمالة عشان تغلب البص ده. البص فاعتقد كده يكون الفيديو ده شرح لكم كل حاجة يا شباب. اعتقد ده كان شرح مفصل اكتر فعمل يكون الفيديو اطول شوية. لأي كانت ما في عالي كل فيديو عجبكم وتكونوا استمتاعا شباب اوه ما حاجة تكونوا استفدتوا وتكونوا عارفة تغلبوا تدير بكل كلاسات بكل سهولة يا شباب. شكرا شباب للموقع في الحالة النهاردة. ما تنسيقاش تسيب لايك على الفيديو. تشاهد في القناة انت بتحقيق محتوى تراريا. تروح تشوف سلسلة ستاردي والي وتعلم التراريا مع مستر بيد وتشاهد في الفيديو جاي. يلا باي 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 باي. ميني شارك بيجلد اي حاجة. اشتركوا في القناة